وما تفضلوش توجعو في قلبي والله ياما مفيش الموضوع بسيط انا هحكيلك بقى وامري لله عشان ما تفتكرش ان انا قصرت معاه في حاجة مالكة بط مالي ما انتش عارف مالي سي ايه ياما سي ايه ياما انت واحدة من الشرع يا كلم الله ما انتش خايف على نفسك من ايه تكون متنيلة عينة وعندها هاي اول ده اللي انا علمته لك وبعدل انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تنتقص ما انتعصتش ليه يا كلم اعمل ايه بقى يا امه ما بعرفش اكصر للشيطان كلمة شيطان؟ شيطان يا كلبي يا مجرم اخلاص بقى يا امه هي دي التربية اللي انا مربيها لك خصية عليك ما تهدي يا بط انا مش هاهدة مش هاهدة غير لما تروح تكلم اختك وجزة وتعتذر لهم كمان ايه ده الناس فتحوا لك بيتهم واكرموك اخر كرم هو ده جذاتهم ما ينفعش تعملهم كده ابدا حاضر حاضر يا ستة كلها هكلمهم هكلمهم وحبوس على راسهم كمال عشان تنبست يا امه وبعدين ايه يا اخويا الانعرة بتاعتك دي اديك رجعت يا اخويا الوجع القلب والايد البطالة ايه ما كنتش قادر تستحمل شوية عشان اكل عيشك ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط اعمل ايه بقى يا امه فقري مليش في الطيب نصيب وبعدين لو على فكرة اليد البطالة طميني حسين زبط لي موضوع شغل الورشة بتاع اسكندرية وبكرة الصبح رايح استلم الشغل اه حسين ده ده واقعته صوره ده واه واكبر ام فزي يا ابن الكلب عامل لي نايم ورشة ايه اللي انت عايز تشغل ابن فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجارة وبيكسب شئه شوية عايز تعمل ابن ميكانيكي اه اعمل ايه بس يا حاجة محمود ما هو موافق انا رسول وما على الرسول إلا البلاغ ده تكنيلة في مجايبك المهببة يلا ام تلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله بدل ما انت قاعد كبس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا عجبك كده يا محمود امك بتهد عليها اللهم اللي انا باكلها عندكو طب صراحة يا حسين اكلتك جامدة ده غير منك ما تعشرش ده موضوع تاني خالص إلا جامدة ده لها في نص صنية البطاطس مبارح لو لاش شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منك هامل ايه بس يا حاجة ما هو انت اللي طبيخك زي العسل والواحد دي باعيز ياكل صوابع وراك السلام يا خوية كل صوابعك انت واسيب الاكل ليه نحنا تعارف بقى يا حسين بعد الجملة دي بالذات انا لو منك الم شامتة هدومي واسيب البيت دفا اصلا خلاص دي مرمطة خلي عندك كرامة هات بشامتة يا حسين كرامت ايه ده جبل لو ما بيحسش على دمه هو ده عنده كرامة ده خلاص بقى يا بطة خلاص بقى يا ام هات دي بقولك ايه انت كمان اللي انت عايزها انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله حتى بالعافية انا مش نقصة واجع قلب مش كفاية علي ابوك اللي عزملي بكرة لجنة العمال عالغدا وانا بصراحة بقى ما عادش فيا صحة للكلام ولا يهم كما حاسب حسين انا حكلملك الزبط بتاع امن الدولة يجي لما عبدالناصر وصحابه من الشق اتحكي بقى يا بطة يا ابن الايه وحشتني بس برضو ازاي يا وقت تروح تجيب واحدة من الشارع ليه رمرام بقى بعد البت شرين اللي زي فلقت الامر تروح تجيب واحدة من الشارع هو انت معرفتش انها تلبست شرين اتجاوزت شرين اتجاوزت الله هي جات على شرين ربنا نسهل لها تسهل كل خير يا ام اتجاوزت ايه ياه بل بقولك اتلبست يعني لبسها عفريت والعياذه بالله ايوه ام يعني اتجاوزت جني انا مش فاهم ايه ايه ايوه 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 استعبط علي يا خويا انت فاهم كل حاجة ونفسك ومونة عينك تعرف عنها كل حاجة بس بتبين قدامي يعني انها مش فرقة معاك باترحمين بقى يوم ايه 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 اللي قولي يا حبيبي انت مسافر امتى ان شاء الله بكرة السبحة حاجة قبل ما زبط امن الدولة اشم من انا هنا ويجي زورنا طب كويس ألحى أنا بقى أعمل حلة محش كرم بتاخدها لحمة أخوك أما أنت بقى يا كتة ألفي هعمل لك صنية رأى أنا نفسك ملخية بالأرانب أنت ملك أنت تقوم لحشرك بندها أنت ملك تقبل لصحية حسين أنا بقى لك أفل دا أنت ما عندكش دم صحيح يا دي يا طفز أما بلاوة تتحدف علينا قوم لام شنطة هدومة كرامتك اتبعزقت على الآخر وبردو دا مش هينسينا موضوعنا إلي عالب جام يا حسين أهو والله أنا ما قلت روش يمشي ويسيب البيت هو اللي سابه بمزاجه وهو رجع بمزاجه خلاص بقى يا هودا مش عايزين واجع قلب مش معقول يا محمود بقى مش كل ما يزعلي يسيب البيت أنا مش عايزاي أخد على كده دي ما تبقاش عيشة انت حتفضل أعيد لكده زع زرق الرابع ما تزمت وجوده كأخ انشف شوية بص بقى يا رنت الناس لو تكرر موضوع انك ترقبيني دا أنا ما هيكفيني فيكي غير أطمر قبتك مش قوي كده عندك حق بص يا هودا لو تكرر موضوع انك ترقبيني دا أنا مش هسيب البيت هاعد معاكي بس مش هتسماعيلي حس هتكتم خالص هتلاقي في وشك كومت كآبة شلت اضغتاتها قاعدة في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت يعني عقبك اللي هو بيقوله دا هاتك يا تهديد كده بصراحة بقى الراجل عنده حق اهود ولا انت عايزا يتفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع مش عايزة افسر بقى هتبعيبة في حقك يلا سلاموا عليك واسبكوا تتصلحوا خدوا بالكوا انتوا بتتصلحوا ها كيفاء جرمق العل وقف برا دا اتصلحوا بس اه اتصلحوا ها بالراحة سلاموا عليكوا ايكم السلام ورحمة الله بك احسانة الان قوم تعالى معاي شيخ وعيوج انت ما صدقت خدي بالك من جوزك سلاموا عليكم اشتراك اشتراك ايني هيا رابعه في الجنة يا انا يا عده يا مايجي اتقال انت في ايدي ايني اصابت الامسراح انت اصابت مين يا ابلي انت صابت انت صابت يا ابلا زهبوك يا ابلا سعطالطا يا اله والله يعني ايه دي ما زالة ايدي ازاي ما طلعه راس امر انت قال فورا ممكن يا فندي بس بتومي ايه السلام لهو لما يشبت مخبر وتطول عليه وتعد عليه أسناء خدمته دي مش جريمة؟ مظبوط يا بشي بس واضح إن السيادتك عصب شوان نارضه عشان كده أنا مضطر أفكرك المرأبة اللي كانت على الودك هتمن غير إذن نيامة اعتقل الموجة بقنون الطوارئ يا أخي المهم الود يطلبه والموضوع ما عدش كده السيادتك ناس إن الوده ملموم على بتوع منظمات حقوق الإنسان ولسه طالع من كم يوم في التلفزيون متكلم علينا يعني لو ما فيش حاجة سابطة ضد الود ده هيعمل لنا شوشارة الضرر بتاع هيبقى أكتر بكتير من نفعه مش فاهم الود جاب الجراء دي كلها منين ده لسه عاي البريالة يا راح ولا جاه احنا في عصر السرعة يا باشا زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسة دول كانوا بياخدوا وقت على معودهم ينشف ويعملوا شبكة العلاقات بتاعته إنما دلوقتي خلاص الود من دول بيخش في السياسة ويقل من سنة بمعانمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الإنسان في مصر وبرة مصر ده غير طبع المدونين اللي على فيسبوك وتويتر تويتر؟ هم كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير بس بيزيدوا يوم بعد التاني على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم وقالي نعيم سابتك لما تعتقل واحد من البهوات اللي بدقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكى عليه ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا باللازم مضى يخرج لأهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير إنما احنا بقى بيطلع عين أبونا ما عبتوا على المجتمع المدني والطلبة لو قربنا ناحية أي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجيلك المنظمات بتاعت حقوق الإنسان سواء دولية أو محلية خلاص يا سيدي ما تحسسنش ان انت بتحسدني طبعا حضرت لش قامل عذاب اللي كنا بنلاقيه مع عبتوا على النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح يلا كله عب ياخد لي ومين المهم يا باشا عايزين نفكر زينا رب الودة عشان ما تفرعانش علينا بعد كده ترجمة نانسي قنقر